بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه داه وبعد فإن الإنسان دائما في هذه الدنيا غالبا ما تتنازعه قوى الخير والشر فدائما ما يكون الإنسان في حياته ما بين طائع لله سبحانه وتعالى وما بين عاصي يطيعه مرة ويعصيه مرة يكون في رحابه مرة ويبتعد عنه مرة ولا بد للعاقل الفطن من أن يجلس مع نفسه جلسة يحاسب فيها نفسه عن تقصيره في جنب الله وعن تقصيره في الطاعات هذه المحاسبة أمر ضروري لفلاح الإنسان في دنياه قبل آخرته هذه المحاسبة التي نطبقها في أمور حياتنا اليومية لكي نكسب المال ولكي ننجح في أمور الدنيا ولكي نفلح في كل ما نريد أن نفلح به هذه المحاسبة هي خلق إسلامي رفيع هذه المحاسبة أمرنا بها ربنا سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون تذكروا دائما بمحاسبتهم لأنفسهم وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى هذه المحاسبة هي سلوك يومي يعيشه الإنسان مع نفسه في نهاية يومه يحاسب نفسه على أقواله فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فإن أي كلمة تخرج من فيك ستحاسب عليها وتسأل عنها يوم القيامة يجلس الإنسان مع نفسه في نهاية يومه يحاسب نفسه على تصرفاته على كلامه مع الناس على أفعاله هل فيها تعدي على الآخرين هل فيها ظلم للآخرين هل فيها أخذ لحق أحد لكي لا يأتي الإنسان يوم القيامة يأتي من المفلسين فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه عن المفلس فقالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا دينار فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكن المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحد ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار فإذا علم الإنسان أنه محاسب أمام ربه على كل صغيرة وكبيرة فعليه أن يتجهز الآن بالمحاسبة فيحاسب نفسه يوميا على الطاعات هل أداها في موعدها على الصلوات هل أداها أم قصر فيها يحاسب نفسه على الأمور التي سنها لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسنن التي سنها هل فعلها هل عاد مريضا هل اتبع جنازة هل أجاب داعيا هل في هذا اليوم أقال معسرا هل في هذا اليوم ساعد فقيرا يحاسب نفسه هل أدى شكر الله شكر نعمة الله عليه يحاسب الإنسان نفسه على هذه الأمور ليصل إلى الدرجة التي أرادها منه ربنا سبحانه وتعالى وخالقنا هذه الدرجة التي يرتقي بها في الفردوس الأعلى مع سيد النبيين وإمام المتقين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المحاسبة خلق إسلامي نحتاج أن نتصف به في حياتنا اليومية فلا يبيت الإنسان ليلة إلا وقد نظر في كل تفاصيل يومه ماذا فعل فيه هل قصر في جنب الله عملا بما كان عليه أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا دائما دائم المحاسبة يحاسبوا أنفسهم على كل شيء يفعلونه يحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا نتجهز للحساب أمام الله سبحانه وتعالى بمحاسبة أنفسنا ومحاسبة ضمائرنا عن ما فعلت هل فعلناه خالصا لله هل فعلناه ذلك خاليا من الرياء ومن حب الرياسة وحب الشهرة وحب الدنيا فيعيش الإنسان خالصا مخلصا لله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا أجمعين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم